بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم اعزائي الطلبات وطلبات الصف السن الاعدادي النهاردة ان شاء الله برضو لسا مكملين في سلسلة رياضة والنهاردة هناخد هندسة النهاردة هناخد الدرس التاني اللي هو بتتكلم عن حاجة سهلة جدا 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 الى ابعد مما تتخيل حاجة بتتكلم عن المسلس المتساوي الساقي. ركز معايا بقى علشان وعلى فكرة الدرس والله ما هو صعب والله سهل جدا. المسلس المتساوي الساقيين. كلمتين بساط جدا بقول لك ان ده مسلس مسلا كده متساوي الساقيين زي ده مسلا كده بقول لك ان الضلع ده مسلا لما بيكون قد الضلع ده. هاستفاد ايه? هاستفاد ان الزاوية ديت هتكون قد الزاوية ديت. يعني مسلا هنسام المسلس ده الف بق جيم. تمام? فلما يكون عندك المسلس متساوي الساقيين هيكون في زاويتين قد بعض. وبنقول عليهم زاويتان متطابقتان. يعني قد بعض وبيساوي بعض في كل حاجة. متطابقة. بس وده الدرس بتاع النهر ده. يعني لو كان هنا مسلا ديب باربعين درجة دي برضو هتبقى باربعين ايه درجة? لو كان ديب سبعين دي برضو هتبقى بسبعين. لو كان ديب ستين دي برضو هتبقى بستين. فهو ده معنى كلمة مسلس متساوي الساقين والعكس صحيح برضو لما يكون عندك زاوياتين. آآ قد بعض يبقى كده هيكون مسلس متساوي الساقين وده هناخدها لسه بعدين بعد كم حلقة كده. يبقى تاني كده. لما يجيب لك بقى يقول لك مسلس ده المسلس ده متساوي الساقين مسلا. تمام? تمام. اهو. جاب لك كده. وقال لك دي بسبعين درجة. يبقى انا عايز الزاوية ديت بكام وعايز الزاوية دي برضو بكام. معنى كلمة يا حبيب قلبي ان ده مسلس متساوي الساقين يمعنى لسه قليم من شوين الزاوية ديت هتبقى دي الزاوية دية. تمام. معارفش هطلع دو معارفش هطلع دي؟ اه عارف هطلع. سدقني انت لو فكرت والله هتطلع عنديك. طبعا انت عارف ان المسلس ده كله على بعضه الثلاث زاوية بيساوي مية وتمانين درجة. يبقى المية وتمانين ديت هنقصه منها السابعين هيتفضل لمية وعشرة. المية وعشرة دولة مش بتاعت الزاوية دي بس الوحيدها. وقال بتاعت الزاوة دي برضو الوحيدها. ده بتاعت الاتنين دول على بعض. يبقى المية وعشرة ديت اسمع الاتنين. هيديك دي بخمسة وخمسين وده برضو بخمسة وخمسين درجة. خلاص بس كده. طيب لما يكون مسلا اه عندك مسلا مسلس اه متساوص ساقين وفي زاوية كده. ايه. وقال لك دي مسلا بمية. وقال لك دي بكام بمية. تمام? وقام عمل لك العلامتين دولت. انا عايز اطلع على الزاوة دي بكامل. بص رح حبيبي المسألة ازاي ديت يعني الفكرة ديت هتقابلك كتير او في المسائل يعني. يعني نفس الشكل كده بس هيكون مدفوس كده في وسط المسائل اللي هي ببرهان. احنا نقول عليه مسلا هنقول دي سين صاد عين لام. على فكرة بتحلل بطرق كتيرة. ماشي? الهندس بتحلل بطرق كتيرة. انا هختار لك اسهل حل. اللي هو هنقول ايه? هنقول هنا ان الصاد والعين والهم دول على الاصطقامة واحدة. معنى كلمة على الاصطقامة واحدة يعني الزاوية مستقيمة بتسا喂 180 درج. وبتتحلل بالنظام تاني حاجة اسمها زاوية خارجية. مش عايز اكتحت حلها دلوقتي بكل زاوية الخارجية الا ساعة مسألة بتا ineffective. بس اسهل حل للك ان الصاد والعين والهم دي على اسطقامة واحدة بتساوي كم درجة 180 درجة. المئة والثمانين ديت هنقصم. لان زاوية مستقيمة. بتساوه مائة وتمانين المائة وتمانين دي هنقص منها مية هتفضلели بتتمانين. التمانين دي بتاعت ايه? بتاعت الزوية دي اللي جنبها دي. وعلشان ده مسلس مهتساوز قلنا الزوية دي هتكون قد الزوية دي خد بتمانين دي برضو هتكون بكام برضو بتمانين. يبقى دي بتمانين ودي بتمانين. ما عرفش هتطلع دي كمان اعرف طالع الاتنين هنجمعهم مع بعض. ونتراحهم من مائة وتمانين. لان مجموع كواسل زواء المسلس بتساوي مية وتمين درجة. يبقى تمانين زي التمينين دي المية وستين هنقص من المية وتمينين هاديك دي بعشرين درجة. طب تعالك ايه نبدأ نحل بقى المسائل بتاعتنا. هنا بقول لك زاويات القاعدة في المسلس في المسلس متساوي المالهم متطابقة هتقول انت ايه? متطابقة. بتيجي نقط. الحتة دي بتيجي نقط كده. متطابقة مش? تعالك ايه نبدأ نحل. قال لي هنا انا عايز كواسل زاوية الصاد. الصاد دي بقت سهلة بقى. قلنا ديت اهو العلامة هي. ركز بقى معايا في الحتة الجدي. العلامة ديت. يبقى الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. تمام? هقول مية وتمانين نقص الثمانين لان المجموع كواسل زاوية مسلس بصم مية وتمين درجة. مية وتمين نقص الثمانين يديني كم يحبق قلبي? يديني مية. المية ديت قسم على اتنين دولت. يبقى دي بخمسين. ودي برضو بكام بخمسين. يبقى قلية زاوية الصاد بخمسين درجة. وقلية زاوية العين برضو بخمسين درجة. لازم التلات زاوية ديني مية وتمين وثمانين درجة. طب تمام. هنا مستور شوف العلامهية برضو والعلمهية. يبقى الزاوية بتاعها تأهية والصاد والعين. دي بسبعين دي بردو بكام سبعين. ما عرف عشو هطلع دي اه احرف هطلع. اجمع دولة واترحهم مية وتمين. يبقى سبعين وسبعين مية واربعين هضاقصهم مية وتمانين يديك دي بكهان باربعين درجة. يبقى قليات زاوة العين بسبعين درجة. وقليات زاوة الصين برضو هتبقى باربعين درجة. طيب. هنا بيقولي العلامة دي والعلامة ديت اشوف. الضلع ده قد الضلع ده. فيه للزاويتان اللي هيساوه بعد? ركز بقى معي بقى. عشان ما تطلق بطشي. لو كنت لاحزة هطلقى الضلعين دولات بيقابلوا بعض. بيقابلوا بعض فين هنا? يبقى الزاويتان اللي هيساوه بعض الحتتين دولات. دي ودي. يبقى الزاويتان اللي هيساوه بعد? كيات زاوة الصين هتساو كيات زاوة العين. يبقى هترح التلاتين من 180. يبقى 180 نقص التلاتين دي 150. 150 قسم علوهم الاتنين دولت. يبقى دي بخمسة وسبعين درجة ودي برضو بخمسة وسبعين درجة. نفس الشيء برضو قهوات العلامة هي والعلامة هي هتشوف الضلعين بيقابلوا بقابلوا بعضو فين هنا? يبقى الزواجة الان دول قد دي. دي بخمسة وخمسين دي بردو بكم بخمسة وخمسين. بوقية الزواجت السين بخمسة وخمسة وخمسين ووقياس زواجت الصاد. هجمع دي واجمع دي واتراح مئة وتمانين هتبقى ديت بي اآ مية وعشر نقص مية وتمانين دين بكم بسبعين درجة. شوف برضو العلامة دي هي شوفوا ادوablo بعضو فين بيقابلو بعضه فين هنا بيقابلوا بعضه هنا يبقى الزواتين دول بيساوها بعضها عشان ما تنطلق بطش يبقى الاربعة وسبعين عنون مية وتمانين نقص الاربعة وسبعين والنادج اللي يطلعتهم اسمه على الاتنين دي برضو نفس الشيء شوف دية يبقى الزوة دي قد الزوة دي كده الزوة السين هتساو كده الزوة الاي الصوت دي بتاته وخمسين دي برضو بكام برضو هتبقى بثلاثة وخمسين درجة معرفش اطلع دي اطلعها اجمع دولت واعتراحهم من مية وتمانين اظن الدخصة عن النار ده سهل جدا وبسيط جدا شوف احنا مكان مناس سبع دقيقة او تمن دقيقة والله لعظم حاجات سهلة وبسيطة جدا اتمنان انتو تعرفوا تحلوها اللي معاها المزكريات او حتى اللي معاها كتابة المعاصر شوفك قرح بالإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله يقب رجال موسيقى